الله يرحم الجميع يا رب أيضا الرئيس لم ينسى الأطقم الطبية كمجرة العادة الحد هذه اللحظة اللي احنا وقفين فيها وقفين وقفة الحقيقة أكتر من عظيمة الأطقم الطبية المصرية اللي وجهت كورونا من ساعة ما ظهرت يعني مع القلم والأسف في بلدنا وحتى اللحظة اللي احنا فيها دي وقال أنا بكرر شكري باسم المصريين جميعا إلى الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة الوباء للحفاظ على صحة المصريين استأذنكم نسمع احنا نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا ومن هذه الأزمات تأتي جائحة فيروس كورونا التي تكتاح العالم كله وما من مناسبة نلتقي فيها إلا وأنا أكرر شكري باسم المصريين جميعا إلى أبنائكم من الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة هذا الوباء للحفاظ على صحة المصريين ترجمة نانسي قنقر